اشتركوا في القناة والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وصرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم واقتصار عدد الجهات الضالعة في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء مع الميكانة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ كما وجه السيد الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشرعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ بما يتوكب مع عملية التحديث الشاملي للمنظومة